فوائد شرح كتاب اقتضاء الصراط المستقيم لمخالفة أصحاب الجحيم لابن تيمية واعتبار الموافقة والمخالفة على هذا التقدير من باب قياس الدلالة نعم أي الاستدلال بأحد النظرين على الآخر نعم وعلى الأول من باب قياس العلة نعم قياس ينقسم إلى قياس علة وهو المعروف عند الوصوليين الحاق فرع بأصل في الحكم لجامع بينهما هذا يسمون قياس العلة وهو من أصول الفقه ومن الأدلة من أصول الأدلة عند الجمهور وقياس دلالة وهو قياس الأولى قياس الأولى قياس الأولى وذلك كما في قوله تعالى فلا تقول لهم أف لما نهى عن قول أف دل بدلالتي من باب أولى على ضربه على منع ضربهم على منع الضرب ضرب الوالد إذا كنت لا تقول له أف فضربه من باب أولى هذا يسمى قياس الدلالة وقياس الأولى نعم قال رحمه الله وقد يجتمع الأمران أعني الحكمة الناشئة من نفس الفعل الذي وافقنا فيه أو خالفنا ومن نفس مشاركتهم فيه نعم قد يكون كما سبق أن الفعل الذي تشبهنا بهم فيه يكون لا خير فيه في حد ذاته ويجمع لنا إذا تشبهنا بهم فيه يجمع لنا مضرته مضرت أن هذا الفعل لا خير فيه بذاته بذاته ومضرت التشبه بالكفار وهذا هو الغالب على الموافقة والمخالفة المأمور بهما والمنهي عنهما نعم فلابد من التفطن لهذا المعنى فإن به يعرف معنى نهي الله لنا عن اتباعهم وموافقتهم مطلقا ومقيدا نعم إذا عرفت هذه القاعدة التي ذكرها الشيخ وهو أن الفعل قد يكون في أصله مباحا لكن لما غلب تخلقهم به واستعمالهم له نهينا عن التشبه بهم فيه لألا تسري إلينا عاداتهم وأخلاقهم الفاسدة أو يكون هذا الفعل من أصله منهيا عنه وهو مفسد في حد ذاته وهم يفعلونه فنحن إذا تشبهنا بهم جمعنا بين المضرتين مضرة فعل ما لا يجوز ومضرة التشبه